اهلا وسهلا بحضراتكو على بركة الله بنبدأ محضرتنا الخامسة او لقاءنا الخامس في الكارنر ان شاء الله في نهاية الكارنر سأجمع لكم برضو الفيديوهات مع بعض صالة 134 عمود او صالة العامدة الكبرى او ما وراء البيلون الثاني صالة من اروع الصلاة اللي اجراء لما اكتشف الصالة واشتغل عليها بيحكوا حتى بالترياء عليه انه رشب خرطوم مية فوائعة مناظر العامدة البردي المشربيات اللي بنشوفها جديدة صالة اللي بدأها حور محب وباكتملت بعد كده في الاسرة 19 الصالة دي تكاد تكون بالنسبة لي هي المكان الاساسي او الجزء الاساسي اللي انا بشتغل فيه جوا الكارنر لان مناظرها ظهرة جدا المشربيات الحجرية اللي بتدخل الاضاءة نموذج معماري البعض يجهل كثيرا انه موجود في الحضارة المصرية انه قوش موجودة بتحمل خرطيش باسم رمسيس الثاني وهتبقى كلها على دين اللي مين اللي هو الجنوب وعلى ايدي الشمال اللي هو الشمال هيبقى سيتي الاول ايه ميزة المناظر هنا انها من جوه مناظر دينية ومن برا وللمرة الاولى الملوك بيضعوا مناظرهم الحربية طراز العامدة طريقة الكتابة هاللاحظ هنا ان رمسيس الثاني مثلا رمسيس مري امون اللي هو رمسيس ثلاثة اسمه مدون على احد الاجزاء واحيانا الرمسيس الثاني بنلاقي كمان مقاصير وقاعدة عرش رائع موجودة قاعدة عرش عليها الاعداء جزء منها نقش في العاصر الونان الروماني شايفين هنا بتبقى على الارض كأن الملك بيضع قدمه على الاعداء الموجودين ارضية قاعدة عرش ليه الملك او مقصورة عرش ليه الملك نبدأ بدين الشمال شغل سيتي بقى والنعومة الحلوة بتاع السيتي يا سلامه هو راكع بتاج الخبرش بيقدم باقات الظهور والبردي لمونتو رب طيبة الاول بالشكل بتاعه الالقاب مرتو بيدي له كل الحياة والقوة سيد واسط الاله العظيم السورة اللي بعدها الاقي مثلا الملك راكة بيقدم القربين لامون راع سيد اللي بيقول له انا بديلك العنخ والجد والوعث امون وشايفين روعت التمثيل والابتسام الجميلة بتاعت امون والتاج اللي وضعه الملك او رداء الشعر اللي وضعه الملك الملك بعد كده امام امون كمتف وهو بيقدم له الشجاعة هو بيقدم للبخور والاله بيدي له قنة نب كل الشجاعة وكل القوة نكمل بقى نشوفش سيتي بالتاج لبيض بيقدم باقة الظهور لامون اللي بيدي له قوة ايه بيعيني بيدي له مش راح القلب بيدي ايه الهنا ده بيقدم له اللوتس وبيقدم له البردي بعد كده بشوف المنظر اللي بعده بلاقي فيه منظر مزدوج الملك راكة بالخبرش بيدي الخبز لاتوم سيد ايونو قدام راس اتوم ايونو امون واخد الدبل كراون بعد كده الملك بيحرق البخور ايريتس النتر النتر عا بيقدم البخور للاله العظيم اللي هو امون راع سيد عروش الارضي بعد كده بيقدم العطور قدام خنسو انا عرفت منين انه خنسو قدام راس السقر موجود علامة نفر حطب خنسو امواسط نفر حطب نفر حطب ده احد الالقاب المرتبطة بالمعبود خنسو كده واحد من ثلوث الملك بعد كده راكة بحية الكبرى بيقدم فستين النو قدام امون كموتيف واضح هنا القديب المنتصب واضح ان الصورة مش كاملة لكن وراء اله الاله اللي وراه ايه هي هل تكون ورد حكاوه هل تكون ايزيس او احد رباط المرتبطة بمناظر تقدمة النبيس في المعبود نجيبا على الصف التاني بنلاقي مثلا منظر للمركب الملكي امون مركب امون الاسرحات ومركب خنسو ومركب موت وستي الاول برضو هي بيقدم باقات الظهور والهدايا القربين اللي بتقدم لهم منظر التاني منظر من منظر البديع قوي سيتي وهو داخل المعبد مين اللي هيستقبله على باب المعبد مونتو فاضل من مونتو رشتيك هنا بقى ده شغل التركيب بتاعك انت ازاي تتعلم سيتي باين اسمه من معتراع خلوا بالكو بس من حاجة بسيط سيتي واحد من عدة ملوك اسمهم بيتقري من تحت الفوق من اسفل لاعلى يعني توت عن خمون نب الخبر رعا نب معتراع من حطب تلاتة سيتي الاول التلاتة دول ما بقراش اللي في النص الاول بقرى من تحت الفوق مين اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي حجة من اتاج لحمة لكن فوق مكتوب اسمه اتوم يبقى اتوم بيزق سيتي ومونتو بيستقبله على باب المعبد ونخبط بتحميل ثم المنظر اللي بيمثل الملك قدام المركب بتاعة أمون ومركب خنص والكهنة شايلين والمراكب بتتاخد عشان يدخل إلى المعبد وكجزء من الاحتفال اللي بيقوم بسيتي الأول لثالوس والخدمة اليومية لثالوس أمون المقدس راكع سيتي الأول بيقدم فاستين النوع مكتوب الإيري بهم الإيري بالفاستين لإن إيمين رعب حتى النص مكسول يبقى أمون رعب موجود قدامي المنظر اللي بعده بشوف فيه الملك ضيع الملك بيقدم لأمون قربين واضح إنها جزء من قلادة القوسخ وأمون بيديله الملكية الجنوب بقوتها علشان تكون كلها الأرض تحت رجليك بعد كده الملك بيقدم الساعة المائية قدام ورد حكوون اللي بتقول إن هي سيدة التسوع المسيطرة على الأقواس التسعة المسيطرة على الأقواس التسعة كلهم غير شبوتي إك يا سلام تحت رجليك تحت نعلك شبوتي إك دي يعني تحت نعلك أو تحت أفل أسف في التعبير تحت جزمتك لأن الدنيا under your control ثم المنظر الأشهر على الجدار اللي بيمثل لنا واحد من أرواع وأجمل مناظر الدنيا المنظر ده جزء من الحوت سر شجرة الإيشد طبعا أغلبنا بياخد شجرة الإيشد لنشتغل عليها للبرد أو كده المنظر اللطيف سيت جحوتي بيكتب اسم سيتي الأول على كل ورق ملاحظين هنا المحبرة اللي في إيد جحوتي والألم والملك سيتي هنا واخد الحكاة كملك واخد معاها تاج الخبرش والملك في إيده كمان الخرطش بالحف قصة بتقول إنه لما حدث الصراع ما بين حورس وست ووصل إلى مرحلة دموية دخلوا إلى بيت القاضي حوت سر وفي بيت القاضي حكمت الآلهة بأحقية حورس في أن يكون ملكا على البلاد تدج حوتي يدور على حاجة يكتب عليها مسودة الحكم إن حورس الذي يحمل رسائل أزوريس إن حورس هو الإبن يعمل إيه؟ ملقاش غير الشجرة في بيت القاضي فعلى كل ورقة من ورق الشجر كتب اسم حورس اللي الملك بيمثله على الأرض وعلشان كده لما ياخد تاج الخبرش ده معناها إنه لسه بيحارب لسه يا دوبك ما قلعش نبس الحرب فالمنظر هنا منظر تتوج عشان كده الدكتور محمد عبدالقادر الله يرحمه في كتابه الرأي على لط قال إن المنظر المرتبط دايما بيقل إيشت الكهنة بيحدده إنه يكون مكان لسجن أو مكان لمعاقبة المزنبين إن ده بيت القاضي اللي بيحكم فيه بعد الملك ما يخلص يدخل وليتحكوه تاخده وتديله مئات الألاف سيم العدد وتقدمه المين لراح وراختي بصوا من الحاجات الجميلة قوي اللي المصر القديم لعبية بصوا قدام جد مدوقين المفروض تحت إين لازم يجي راح وراختي يجي اسم الإله هنا دخل بعلامة الرنبت ونزلت بعلامة الحبسد أو علامة الحبو والعنخ والجدولوت وعلامة نبح حبو وحديك ملايين كل الملايين من السنين والعياد العصايا اللي مسكة أو الجريدة دي علامة حب وقدناها من تحت موجود علامة حفن وشين يبقى مئة ألف سنة محمية من الأعياد بتعمل إيه سمن إك إنت حتكون مسبت حريد تب إك كل الدنيا حتكون مسبتة لك إنت والخصوط نف غير شبوتي إك وهقدم لك مع الأعياد دي إن كل الأجانب يكونوا تحت نعليج جدار ومنظر من أروع الجدران والمناظر الموجودة في الكارنك الملكنا بيطهر يا سلام حرص من ناحية الناحية الثانية مكسور طب أعرف الناحية الثانية ده منين بصوا حضراتكم جد مدوقين نب ومعمولة تمنشورة نب خمينو يبقى جحوتي بيتهروا الملك الجحوتي وتحط منظر اللي بحضه من أجمل المناظر في الكارنك المناظر الحلوة الملك بص ييده اللي مين وييده الشمال ييده التحتضن إلهين الإله الوراء اللي بيهوه بيشده ديه أتوم سيد يونو بيقوله تعالى معايا عشان تبقى أنت اللي بتدفعني ومنتو بيدي له علامة الحياة ويدخله وعشان يدخل في أمان حتحور ربط الموسيقى والغناء بتلعبه مش مسكله السيستر مش شايفين يديها نزلة زي؟ نزلة إيد حتحور هنا دي مسكة علامتين حرفين النون بصوا في تاني سطر فوق حتحور جدمي دوئين حتحور واسمها في المربع السطر اللي بعضه في الطول شايفين علامة النون والشرطتين والنون والإله مادة نيني بتعمله أهلا وسهلا مرحبا نيني ليك يا ابن الحبيب إنك تدخل إلى داخل الملك حتحور بترحب بدخول الملك إلى معبد آمون كواحدة من الربات اللي بتقدمه الآمون ليسعد آمون بلقاء ابنه الملك نيجي بقى الجدار خارجي سيتي الأول كان أول ملك يحط لي مناظر حروبه تفصيليا على جدران معبد حروبه الشاسو البدء وحروبه الغربية والجميل بقى الحروب لما هنتفرج عليها اتجاه المناظر يعني تلاقيه بيدربه رايح كده يبقى رايح على الغرب بيدربه جاي كده يبقى جاي الشرط وأمون في الحالتين هو اللي بيتلقى سيف الانتصار أو بيقدم سيف الانتصار والملك بيقدم له الغنائم بتاعته قبل سيتي الأول كان عندي تحط مص التالت كتب بعض الملوك كتبوا على العجلة الحربية زي تحط مص الرابع ويه تتعنخمون لما شفناها لكن اللي حطلي على جدران المعبد وحكالي القصة حرب كان الملك سيتي الأول وللمرة الأولى تعالوا بانتصرج تعالوا بانتصرج على المناظر من بره واحدة واحدة طالع على شعال كنعان والشاسو والحدود بتاعتك ومدينة باكنعان زي ما هو كاتب النصر وبيضرب الملك بالسهم والأعباء بيتفرعوا قدام حصوم بتاعتهم بتنهار المدينة بتاعتهم بتسقط أمام الملك سيتي الأول يجي بعد كده الملك يضرب ويدخل ومعاه الجيش بتاعه ودخل على الأمراء والأميرات بتاع سوريا وهم كلهم مغزة وهم جايين خاضعين أمام الملك وبيقدموله القرابين يرجع بقى الملك ومعه الأسرة المدينة دي حدودية عشان كده في قناة بتفصل بيننا وبيننا شايفين القناة والمية والتحصين بعدين المرحبين والعطور والهدايا اللي بتتقدم له والتهليل أهلا وسهلا بعودته لأن ده بيقول انه في السنة الأولى من عام إعادة الميلاد ده اللقب أو التاريخ اللي خده واحد ميسوت اللي عمله سيتي الأول بيرجع والمدينة تمسيح شايفينها القناة اللي بتفصل ما بين الحدود ما بين مصر وما بين البلد آخر حاجة خلاص الملك بيروح لأمون بيقول له إن الطمي الهدايا بصوا الأواني اللي بيقدمها الأمون أواني مش مصري أواني كانعانية والأسرة اللي متقدمين وراه هم جايين الأواني قدامه والأسرة خلفه بيقدمهم أمام المعبود أمون راه نكمل بقى العودة خلاص الملك ضرب ورجع وأمون الملك بيجي بيمسك الأعداء شايفين هنا بيقطع ورق شجر كده ووضح منه إنه على حدود سوريا المنطقة بتاعة سوريا ولبنان كده بيقطع الأداء والعادو بيجي يقدمونه والملك العجلة بتاعته وعجلة الحربية ماسكها وماسك القوز بتاعة النصر بتاعة وراجع به كأنه بياخد الهدايا بعد كده المنظر القلعة بتاعة البلد دفسها أو الحصد بتاعة وهو بيدكه تماما والأشجار بتاعته تبصوا مناظر الأشجار بتاعتها لتحديد الاسم لأن أنا مش قادر أشوف اسم المدينة هل هي مدينة على حدود البدوة والمدن السورية الحرب بتاعت السنة الأولى والتانية من عهده بعد كده بلا الملك بيلم الأسرة شايفين هنا المنظر اللي فاضل الملك بيلم الأسرة لاممهم كده ورابطهم بحبل في يده هم متقيادين وبيرجع بيهم مقيادين بالسلاسل بيدخل بيهم على مصر وفي مصر بيقدموا وبيقدم الأواني اللي بقول لحدكم لازم تلفت نظرنا الأواني دي ناخد بالنا كويس قوي منها إن الأواني هنا وهو بيقدمها مع الأسرة لاممون وموت وخنصه ثالوس طيبة وبيقال لهم إن هو أتى بكل الخيرات بتاعت البلاد وحدود مصر الشرقية وبيقول لهم إن كل حاجة أصبحت ملك لاممون سيد عروش الأرضين نبدأ بقى نشوف بعد كده المنظر التقليدي الملك خلاص بالتاج الأحمر بيضرب الأعداء وقامون بيديله الخبش تيف الانتصار ده المنظر الانتصار الملك ده ما نسميه بعد كده ييجي الملك حربه ضد الحيسيين بنقرأ من النصوص هنا بيضرب الحيسيين وبيدخل والأعداء بتاعهم بينهروا قدامه والأسرة وناصر بها بتبقى لطيفة العجلة الحربية بص التأسيمة الأعداء ملفوفين على العجلة الحربية بتاعت الملك بعد كده الملك بيجيب الأعداء بتاعه ويربطهم والعجلتين الحربية العجلة الحربية بتاعته والعجلتين اللي وراء اللي هم بتوع القوات الرماية بتوعهم محملين وبعد كده بيدخل لطيفة عشان يقدم الأسرة منه بيقدمهم لمين عشان يقدم بالعدد بالملي محدش هنا أمون موت سيدة إشيرو متصورة في هاي تونس الأسد خنصه ومعت عشان محدش يقول انه كدب في حاجة لا ده اللي جابه جابه بالعدل ومعت شاهد على هذا الكلام بعد كده الملك يدخل على حدود الغربية يضرب التحينوه يضرب أعداءهم من حدود مصر الغربية بينهاروا بالفعو ديهم قدامه الملك بعد كده ييجي الأسرة بتاعهم هم هم فقطين شايفين اللاحية بتاعت التحينوه أمامه هم وعين بعد كده يدخل يقدم الأسرة بتاع التحينوه وراجع بتاقي الخبرش لأمون راضي أمون عنه أمون يستقبله في مقصرته بأمون وموت وخمسة الثالوس يستقبله مرحبين بالانتصار وبص صورة في الجزء المقصور فيه حتة فيه لطيفة ويرونه خسود العظماء بتوع البلاد الأجنبي يعني هو هنا بيحدد هو جايب مين العظماء جايين أسرة ونلاحظوا فيهم ان بعضهم هيبقى شكلهم قلعين ملابسهم او مدون ملابس كأنهم في حالة انكسار وهزيمة كاملة نخش بعد كده على قادش سيتي بعتهاش داخل ودد تحسين بتاع قادش والملك داخل والأشجار بتاعتها والحيوانات بتاعتها وياب تهرب وتهرب والأسود البصرية بتهجم عليها وانتصار الملك على قادش ييجي بعدها ريجستر معطوع لكن نلاحظ في الملك الأواني دايما الأواني تلفط نظري وهنا الهدايا والهبات اللي جاياله وهو بيسحبهم عشان هيخدهم ويقدمهم لثالوث طيبة الأكبر آخر مناظرنا بقى على سيتي بيضرب الأعداء الليبيين وأمون بيديله سفل انتصار وراء الملك لكن تحت اللي بيحمل أسام المدن ده الإله دون المعبود النوم عايز عندي رجلة أمون وإحنا ماشيين الخراطيش اللي وراء رجلة أمون تالت واحد الحاو نبو الحاو اللي هي اللي هديدون بيحميها وبيقدمها له مع أمون أشكركم وأشوفكم الفيديو الجاي مع شغل رمسيس في الهيبوستيل أو صالة العمدة الكبرى شكرا نزيل